وينفتح الباب إلا هم يا جماعة الخير رجال مكافحة المخذرات ترى حالتها بين الحياة والموت اتماسكي وخليك قوي السلام عليكم مساء الخير يا جماعة الخير كيف حالكم طيبين إن شاء الله يا أخي الله يسعدكم يا رب سعادة الدارين شكرا شكرا بما تعنيه الكلمة شكرا لكل شخص قاعد يكتب كلام إيجابي تحت في الكومنتات الله يسعدكم يا رب يسخر لكم ملائكتا في السماء وجنودان في الأرض والله ما تدرون قد إيش إن الكلمة الحسنة تخير مزاج الإنسان من المزاج السيء للمزاج الحسن الله يسعدكم شي ثاني يا جماعة الخير قصة اليوم قصة تخليك تفكر كذا بأحيان في مخك تقول هل من الممكن في أشخاص في هذه الحياة وصلوا لهذه الدرجة ويرد علي دايما المثل المعروف اللي يقول إن البيوت أسرار قبل ما نبدأ يا جماعة الخير في قصة اليوم لا تنسوا تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات والشي الأخير شف سنابي موجود تحت في الزاوية تابعني هناك في أشياء قريبا راح أتكلم عنها في السناب من الآن أنا أقول لكم في أشياء راح أتكلم فيها في السناب تابعوني هناك وفي الله خلنبدأ في قصة اليوم مثل ما أنتم عارفين يا جماعة الخير أن القصص حكينا أشياء صارت في الماضي عشان نحذر منها في المستقبل القصص عالم جميل في هذا الكون قصة اليوم يا جماعة الخير ترجع للشخص اسمه تركي يقول تركي عائلتي عائلة بسيطة مرة مكونة مني أنا يا تركي وأختي لمار أصغر مني ما يقارب ست سنوات وأبوي وأمي يقول عائلة بسيطة صغيرة مرة وزيادة على كذا يقول تركي أبوي كان يحب أمي حب عظيم مرة ما في يوم من الأيام شفت أبوي يتكلم على أمي أو يقصي عليها وأي شي كانت تبغاه أمي كان يوفره لها وما كان يبخل علينا حرفيا ولا شيء برضو زيادة على كذا أبوي كان الصديق والأخ والأم والأبو في نفس الوقت يقول أبوي كان في حنية مطبيعية حنون علينا بشكل كبير خلوني أقول لكم القصة يقول تركي في ذاك اليوم كنت في صف أول متوسط عندنا نظام دائما كل صبح أن أبوي يأخذ أمي ويركب أختي ويركبني معها السيارة ويروح يودي أو شيء أختي لمار لمدرستها بعدين ينزلني أنا مدرستي أختي لمار في ذاك الوقت كانت في صف أول ابتدائي وأنا يا تركي في صف أول متوسط يقول المهم على هذه الحالة إحنا ماشيين كل صبح أبوي وأموي بعد ما ينزلوننا لمدارسنا يروحون يتقفضون يشتلون أغراض لين تجي الساعة الثمانية إذا جتوا الساعة الثمانية أبوي يوصل أمي مدرستها لأن أمي مدرسة في أحد المدارس وأبوي يروح العمله يقولوا على هذه الحالة وإذا جت يا جمعة الخير الساعة 12 ونص 12 و45 يكون أبوي واقف عند باب مدرستي عشان أطلع وأركب معه يقول المهم تمر الأيام وتمر الأسابيع يقول في يوم الأيام انتظرت عند باب المدرسة كالعادة أنتظر أبوي يجي أخذني وانتظر يا جمعة الخير 10 دقايق ربع ساعة نص ساعة ما حد جاي أخذني نهائيا اعتقد أن أبوي يا نايم جاء أنه من شغل في دوامه ولا قدر يجيني وزعلت ودخلت المدرسة وأنا زعلان إلا قابل مدير المدرسة في وجهي مرحبا هلا والله مساء الخير كيف حالك يا أستاذ طيب الحمد لله بخير وش فيك لحد الآن ما رحت لبيتكم قلت له والله يا أستاذ أبوي لحد الآن ما جاني تقدر توصلني بيتنا يا هل يبشر يقول تركي ركبت مع هذا المدير ورحت لين بيت وانزر عند باب بيتنا ما حصلت ولا أحد حتى أختي لحد الآن ما جو اعتقدت أن أهلي اطلعوا يجبوني من المدرسة يقول حطيت شنطتي وأغراضي جوه البيت وكنت رامي أغراضي كذا رمي لهم باب البيت مقفل وانتظر عند الباب لين يجون يقول وانتظر عشر دقائق ربع ساعة لحد الآن يا جماعة الخير لحد الآن ما حد جاء المهم يقول تركي بيت عمي يبعد عني ما يقارب ثمان دقائق وعمي هذا أهو العم الكبير يقول ورحت وطقيت عليه الباب لين فتح الباب قلت له يا عم تقدر تدق الجوال على أبوي قال ليش فيه قلت له لني طلعت بالمدرسة وجاب لي المدير والحد الآن أبوي ما جاء للبيت ولا في أحد يفتح لي قال يلا زين قال لي يلا زين وينزل عمي وشغل سيارته وفيه اثنين من عياله بنفس عمري ويركبون معنا السيارة ونروح لين مدرسة أختي يقول تركي لصدق حص الأختي قاعدة عند الباب فاربتها الشمس ومحترة مسكينة ودايخة خدت أختي على طول وركبتها معاي السيارة كانت تقول يا أخي وين أمي وين أبوي ما حد جاءنا قلت له حتى أنا ترى أبوي ما مرني ولا حد جاني عند باب المدرسة كانت أختي زعلانة ونروح عند بيت عمي ونجلس فيه ننتظر لين أبوي وأمي يرجعون بعد مرور الساعة الأولى والساعة الثانية إلا ييجي اتصال العمي كيف حالك طيب إن شاء الله الحمد لله من معي قال معاك المسلشفى العام أخوك وهو زوجته تعرضوا الحادث وهم بين الحياة والموت يقول أنا أصلا أول مرن الجوال قلبي حرفيا نغزني وقلت هذا أكيد ونرى وجه عمي وهو قاعد يتكلم وجهه تغير قلت لعمي أبوي فيه شيء ناظر عمي فيني وهو ساكت وما تكلم ولا قال أي شيء ولكن كان باين في وجهه أنه مصدوم يقول أسمعه يقول للي في الجوال أيب وينكم الآن خلاص الآن جايكم قلت ليا عم أنا بغيروح معك قال لا أقعد قلت يا عم أبغيروح معك أحس أبوي فيه شيء قال يا تركي أقعد تسمع أنتو لما تسمع وأنشف في عمي لين خذاني معاه وخليه تختي في بيت عمي ونطلع بالسيارة وعمي كل شوية تحسب يقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا إله إلا الله قلت ليا عم هل يفيهم شيء؟ قال يا تركي إن شاء الله ما فيهم إلا العافية ولكنهم صار لهم حادث بسيط موجدين الآن في المستشفى يقول تركي أول ما قال لي حادث حسيت بشعور غريب وحسيت أني حرفيا قاعد أفقد السيطرة على عيوني ماني قاعد أركز يعني شوي وراح ينغمي علي شوي اللي عمي هديني يقول ما عليها إن شاء الله الأمور زينا لحين نروح ونشوفهم يقول ما وصلنا عند باب المستشفى ووقف عمي وننزل بسرعة من السيارة ونروح عند باب المستشفى إلا العسكري قالنا الولد الصغير هذا ما يدخل قلت لأ أبوي وامي جوة قال ما عليش اقعد هنا جنبي خل عمك يروح ويرجع هنا نبضات قلبي قاعدة تزود وأحس إني بديت أحس بالخوف بشكل ثاني مو الخوف الطبيعي لا بديت أحس بالخوف اللي جسمي كله صار ينمل يقول شوي عمي يدخل بسرعة ويفتح الباب ويدخل عليهم وأنا أشوف عمي من بعيد يبعد عني كذا سيب طويل وأشوفه من بعيد قاعد يمشي يقول يفتح الباب ويقعد هناك طول نص ساعة 40 دقيقة حرفيا محجة لا عمي ولا أحد طلع مع ذاك الباب ويقول وأنا كنت باني في راسي إن الدكتور إذا طلع مع ذاك الباب الكبير في معنان أمي وأبوي أفقدوا حياتهم يقول شوي إلا ينفتح الباب حق العمليات يقول ويطلع سيريرين من باب العمليات مغطية فهنا كانت آخر لقى أشوف فيها أمي وأبوي هنا كان الموقف اللي تعبني طول حياتي يقول أشوف سيريرين قاعدين يدفونه وفيه ناس مغطيين يقول عرفت إن اللي عليه صار أبوي واللي علي مين أمي يقول شوي ويطلع عمي مع ذاك الباب ووجهه كان ما يبشر بخير يقول قبل عمي ما يوصل والموقف هذا قاعد ينعرض علي بالحركة البطيئة يقول قاعد تصيح في محلي وعرفت إن أمي وأبوي انتقلوا إلى رحمة الله يقول لحظات اللي عمي ياخذني وقال لي يا تركي ما عليه ما عليه يا تركي هذا حال الدنيا يا نموت يا نحيا لا تزعل قلبك وعقلك وأنا أبوك وأمك في نفس الوقت ومع هذا الكلام وأنا حرفيا أبكي زيادة ما تحملت الموقف شخص في أولى متوسط يتعرض للصدمة هذه والله يرحم الأموات من أبانا وأمهاتنا يقول المهم واركب مع أمي السيارة يقول كان في ذاك اليوم هو أصعب يوم مر علي في حياتي في ذاك اليوم صارت الساعة سنة وصارت السنة دهر يقول تعبت بشكل فضيع يقول لين وصلنا بيت عمي عشان يقول ميدهلة وإخوانة إن ترى أبو تركي توفى يقول المهم دخلنا البيت إلا أختي قدامي يقول قالت لي أختي بكل براءة أنا أعرف أن أمي وأبوي رايحين السوق ولا خذونا معهم عشان كذا تأخروا علينا يقول يوم قالت أختي هذا الكلام وتزيد الصيحة صيحة معت تحملت نفسي كيف الآن أوصل للبنت الصغيرة هذه إن أبوي وأمي ماتوا كيف أعلمها توها طفل أنا فوله متوسط ما أقدر أتحمل شوي ولكن شنون البنت وصغيرة تتحمل هذه الصدمة الكبيرة ولكن كنت أقول الشكوة على الله يتذلها لمار خلك ساكتها شوي يقول وتزيد الكلام كلام وما تدري أن أمي وأبوي متوفين قدت لا مني بساكته أهم كذا رحوا للسوق ولا قالوا لنا عشان كذا أهم تأخروا تعرفون عاد أنتوا يا جماعة الخير براءة الأطفال يقول تركي مشت الأيام ولكن ما هي نفس أي يوم مر علي في حياتي مر اليوم الأول واليوم الثاني وأنا ساكت ولا قلت لأختي إن أبوي وأمي ماتوا ولا أبغاها تسمع هذا الخبر نهائيا ولكن في ذاك اليوم هي لحظة العزة في واحد من عيال الناس اللي يقربون لنا كان قاعد يلعب مع أختي لمار وسألها سؤال عايدي قالها صدق لمار أن أمك وأبوك ماتوا قالت لا قالت لا ماتوا عشان كذا أهم قاعدين يجون هنا في المجلس وهذا عزاهم يقول شوي لجت أختي لمار تركض وقاعدة تصيح يا تركي صدق أمي وأبي ماتوا يا تركي قال لا أختي كانت مصدومة من الخبر يقول وستمر بكاءها ليل نهار كل شوي تبكي على أمي وأبوي ولكن عمي وزوجتي دائما يجبون ناس يلهون أختي عشان تنسى الحزن اللي هي فيه يلعبون معها ويطلعون معها ويجون معها وعلى هذه الحالة المهم مر الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والأسبوع الثالث وبدأنا ندارك الموقف وصرنا عايشين عند عمي وبيتنا لحد الآن موجود ولكن ما نبغى نروح له ورجعنا للدراسة ورجعت الحياة كأنها حياة طبيعية وكأن ما فيه شيء يقول بعد مرور السنوات وتحديدا ثلاث سنوات عمي صار سلوبة وتعاملة معنا مختلف يقول عيالة اللي عندها وهم كبري بالضبط ولكن مثلا وإحنا جالسين يصير يامرني أنا وما يامر عيالة قم يا تركي جب كذا قم يا تركي ودي هنا وبرضو أختي كانت صغيرة في ذاك الوقت في رابع ابتدائي توها صغيرة كانت زوجتها تامرها روح يودي روح يجيبي أنا في البداية كنت أعتقد أن هذه أسلوب من أسلوب التعليم والتربية ولكن ما كنت أدري أن هذا الأسلوب أسلوب تسلط وفرض الشخصية ألمم يوم الأيام أنا تصادمت مع أمي كنا جالسين وقعدين نتغدى فقال لي قم يا تركي جب لي مويا وولدها اللي أصغر مني جنبي ونظرت في ولدها وولدها يناظر في لي قال لي يلا يلا قم جب مويا لأبوي قم حسيت في هذا الموقف باليهانة وما قدرت أتمالك نفسي وقمت من الغداء ولا جبت لها لا مويا ولا رجعت أتغدى معهم رح جلست في الغرفة اللي أهم حاطينها لي وجالس فيها أفكر وش أسوي ما ينفع العيشة مع أمي وأنا الآن رجال كبير وفي أولى ثانوي لازم أحصل طريقة عشان أتخلص من السيطرة هذي اللي قاعد يسويها عمي وزوجتها علينا قلت لازم أشتغل وأكد على نفسي لين يجي عمري 18 سنة وأخذ الورث اللي بقاه لنا أبوي اللي هو البيت وأبيعه وأنقل لي مكان ثاني واروح المدرسة في ذاك اليوم وقابل أحد الطلاب وهذا الطالب منه طلاب حرفية المقربين مني واسم هذا الشخص زياد قلت لي يا زياد كيف حالك طيب أمورك زينة والله الحمد لله أنتم ومورك كل شيء تمام الحمد لله زياد بسأل أبغى اشتغلي كذا شغلة بسيطة تجيب لي فلوس وتخليني أعتمد على نفسي قال لي اسمعي تركي إذا تبغى شغلة بسيطة ما لك إلا سوق الخضار والسوق الخضار هذا القريب قال لي نعم سوق الخضار جيتنا زين زين والله وأخلص من المدرسة جماعة الخير وأطلع لسوق الخضار ونظر الناس هناك متواجدة بشكل كبير وفي ناس صغار وفي ناس كبار كنت قاعد أشوف سلوب العمل اللي قاعدين يشتغلون فيه وأنا قاعد أمشي إن في ناس تشيل الأغراض وتحملها في السيارة وتاخذ كذا مبلغ بسيط مرة قلت في البداية رح أشتغل هذه الشغلة واشتغلت يا جماعة الخير أحمل خضار للزباين أشيل الطماط وأشيل الخيار وأشيل المقاضي اللي يشترونها الناس ووصلها لين سياراتهم يعطوني عليها مبلغ بسيط وعلى هذه الحالة أشيل منه ودي منه قلمهم جلست أشتغل في السوق ما يقارب 4 أو 5 ساعات من بعد المدرسة ولحظت يا جماعة الخير أني طلعت مبلغ كويس في ذاك الوقت وصرت مندمج في هذه الشغلة قلمهم مرت الأسابيع ومرت الشهور وأنا أشتغل على هذه الشغلة وأجمع فلوس يوم الأيام جمعت مبلغ محترم شوي وقررت أفتح لي بسطة خضار داخل السوق وأصير أبيع وأشتري يقول كنت أقوم الفجر قبل ما أروح للمدرسة وحقين الخضار اللي يجون يبيعون بالجملة يجون دايما على الفجر يقول واروح هناك عند السوق ومعاي عربية أدفها عشان أحمل فيها الخضار اللي راح أشتري يقول وأوقف عنده واشوفهم يبيعون بالجملة وحاول أدخل في هذا السوق وأشتري لي كذا غرض عشان أقدر أبيع الصبح وعلى هذه الحالة يقول تركي اشتغلت في ذا التجارة أني كل يوم أقوم الفجر لين خلصت مرحلة الثنوي كنت أغيب يوم وأدرس يوم وقفل المحل بعض الأحيان وارجع للبيت وقابل أختي وسولف معها ونام يقول هذا جدولي في آخر سنوات الدراسة وشغلي ما فيه عيب نهائيا ولكن كنت أجمع فلوس عشان لو أحتاجت أختي شيء أو أنا أحتاج شيء يكون معي هذه المبالغ وأوفرها المهم في يوم الأيام طفح الكيل جاءت أختي وقالت لي يا تركي ترى عمي وزوجته صاروا يتأمرون علي بشكل كبير وأنا والله طفشت من هذه العيشة ولا عد أبغى أعيش عندهم وش رايك نرجع نعيش في بيت أبوي لين تزينوا الأمور جاءت لها والله يا أختي الأمار والله فكرة كويسة تبغين نرجع نعيش في البيت قالت إيه بنرجع نعيش ونكمل حياتنا في بيتنا ولا أحد له دخل فينا يقول تركي عزمت أمري وقلت العمي قلت والله جلسة هنا يا عم إنا بجلسين راح ننقل البيتنا القديم وين بتروحون خلوكم وما أدري إيش ومن بيتنبه لكم قلت رأي يا عم بننتبه البعض بإذن الله وبتمشي حياتنا طبعا الآن تركي ما تم عمره 18 سنة لأن يا جماعة الخير مثل من أنتم عارفين أن الورث لازم الولد يتعدى 18 سنة عشان يقدرون يوزعون الورث حق أبوه وتصير أخته تاخذ نصيبه وياخذ نصيب وأصير عايش في بيت أبوي أنا وأختي أنا خلصت المرحلة الثانوي وأصير أود إختي كل يوم وأرجع جاء الوقت اللي تم ميت فيه عمر 18 سنة عشان أنقل أملاكي كلها على اسمي وأصير أنا الولي على نفسي وعلى أختي ونوزع الورث بيننا يقول المهم رح ذاق اليوم للمحكمة يقول دخلت المحكمة وروحت للشيخ وقلت له شوي الشيخ يناظر فيني وقلت للشيخ أنا حين تميت عمره 18 سنة والحمد لله أني أتميتها جاء الوقت اللي تكتب أني أنا الولي على أختي ونقسم الورث بيننا يقول ناظر فيني كذا الشيخ وقال لي شكلك مستعجل قلت له والله يا حضرة القاضي عشت عند عمي عيشة مرة فأبغفتك الآن وعيش أنا واختي قال لي القاضي ليه عشت عند عمك عيشة مرة يأخذ من فلوس أبوك واحتياجاتكم كلها من فلوس أبوك هو ما دفع ولا ريال قلت شلون يا ليه نعم كل الفلوس اللي أعطاك إياها من بعد موت أمك وأبوك كلها من ورث أبوك تصرف على مبالغ بسيطة وتكون هذه المبالغ تكفيك سواء أنت واختك قلت كيف؟ يعني طول كل هذا الوقت كنت أعتقد أن عمي هو الشخص اللي يكد علي ويعطيني الفلوس وروحت أشتغل في سوق الخضار عشان ما أضايقه صاري جماعة الخير إن عمه تجيه فلوس من ورث أبوك ولكن ممكن للفلوس فلوس بسيطة ويأخذه ويحطها في جيبة مرة يعطيهم ومرة ما يعطيهم ويتفضل عليهم على المبالغ هذه ويقول لهم أنا سويت لكم كذا وسويت لكم كذا وسويت لكم كذا وفي الأخير كل الفلوس اللي يجتهم كانت من ورث أبوك انهبل تركي سأل الشيخ وقال له كم ممكن صرف العمي مبلغ في آخر السنوات هذه اللي فاتت يعني ما يقارب ستة وسبع سنوات يعني لو صرف له مبلغ كبير ولكن كان ينزل له بالتجزؤة يعني لو تجمعها كلها على بعضها بيكون مبلغ يعني كويس مرة تركي ضاق من عمه قالي حاملني المعاملة السيئة هذه طول السنوات هذه وآخر شي ياخذ من حلال أمي وأبوي فالمهم قال للشيخ خلاص خلصي الموضوع وخلني آخذ كل شي عشان نقسم الورث بيننا قال له شي خبشي يومين ثلاث أيام وبإذن الله راح تجيك الموافقة ان الأملاك كلها تنقل باسمك قال له زين زين قلت تركي طلعت لبيتنا وانتظر هذا الخبر اللي راح يفقني من عمي وماعد يخليني أقابله والله يجمعت الخير وصدق ما جلسنا إلا يومين وجتني الموافقة اني أقدر أتحكم بكل شي خاص أبوي بخصوص الورث في جلسة أنا واختي كان فيه مبلغ مالي وكان فيه بيت وكان فيه سيارة ولكن السيارة قديمة مرة قلت لأختي واش تبغين نسويه تبغين نبيع البيت ولا نسكن فيه كانت أختي لا خلي البيت لنا لأنه خاف نطلع من البيت وبعدها ما نحصل مكان ننام فيه خلي البيت دامه موجود وقلت لها أنا معك المبلغ نقسمه بيننا ونشتري فيه بعض الأغراض اللي نحتاجها يقول تركي المبلغ ما كان كبير مرة 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 ما كان كبير كان بسيط مرة يقول ولكن بعد يومين إلا يطق الباب طاق 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 مين؟ تفتح الباب اللي هو عمي كيف حالك يا تركي طيب إن شاء الله قلت مرحبا يا عم حياك الله يقول واخذه ودخل المجلس قال لي عمي يقول أنا كنت أطلب أبوك مبلغ قبل قبل ما يموت سلفت مبلغ ولكن ما عندي ما يثبت إذا تبغى أبوك يرتاح فيه قبره سددوني ذا المبلغ ترى أني من يمسامحه نظرت في عمي وقلت له يا عم هذا أخوك وإذا كان بينكم مبلغ لازم تتنازل عنه بالنهاية هذا أخوك من لحمك ودمك قال والله يا تركي هذا الكلام اللي عندي تبغى أهلا وسهلا ما تبغى بكيفك تبغى بوك يتعذف قبره لا تسددني المبلغ قلت له يا عم أنا الحين وش يسوي انت شايف حالي قال لا سوهم الحين مسلمينكم الورث وأتوقع أنكم بتبعون البيت والسيارة وبتجيب لكم مبلغ كويس تقدرون تسدون طبع المبلغ اللي قال عمه أكثر من المبلغ اللي بقى معه ما هو أخته يقول تركي سكت وقلت إن شاء الله خير بفكر يا عم وارد لك واروح في ذاك اليوم يا جمعة الخير الشخص أعرف زين كان موجود عندنا في الحارة شخص كبير في العمر ويفهم في الأمور هذه فقيت عليه الباب طلع لي ولده قلت له وين أبوك قال موجود ثواني ويجي صدق يا جمعة الخير ما جلست إلا دقايق وجاني هذا الرجال قلت له يا عم السالفة كذا 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 وعمي جاء الحين يطالبني بفلوس يقول ناظر فيني الرجال وقال لي لا تعطيه شي واللي فات فات قلت له يا عم أخاف أبوي تعذب في قبره قال لي يا رجال أبوك كمله متوفي قلت له ما يقارب ستة وسبع سنوات قال لي لعد تعطيه شي تفهم ولا ما تفهم قلت له يا عم تأكد قال لي نعم تأكد لا تعطيه شي دائما ما في أوراق تثبت أن أبوك ما أخذ منه مبلغ لا تعطيه ولا شي واطلع يا جمعة الخير من ذاك المكان واتوجه البيت عمي واطق عليه الباب ويطلع عمي قلت لي يا عم اعذرني والله ما عندي فلوس أعطيك إياها ولا راح أعطيك فلوسك نهائيا أتمنى أنك تحلل أخوك وتبيحه مع السلامة يقول تركي إلا عمي ينفجر علي الله لا يحلله ولا يبيحه ما أخذ من فلوسي يقولوا يتكلم سفهته وخليته وكن ما في أحد يتكلم يقولوا أرجع لبيتنا وأجلس وأقول لأختي السالفة يقول تركي بعد ما قلت لأختي السالفة هذي كاملة أختي لمار قالت لي اسمعي تركي في شيء بقول لك بس أتمنى أنك تسكت وتتمالك نفسك بشكل كبير مرة إيهي موقفين صارت في بيت عمي والشيين هذي خلتني أكره عمي كره مو طبيعي لا أهو ولا زوجته ولا عياله يتوشوا يا لمار ويصاير قالت في يوم من الأيام نادتني زوجة عمي في البيت ودخلتني غرفتها وقعدت تسولف معاي وتسولف معاي سواليف يعني مخصصة للبنات يقول ولكن اللي تجذبني شيء والشيء هذا أنا قد شفته قبل ولكن ما بي أدخل الشيطان في السالفة يتوشوا يا لمار يقول شفت العلبة حقة الذهب حقة أمي موجودة عند زوجة عمي في قلت ما بي أثير الشكة وأتكلم زيادة خلني ساكتة لين بعدين أشوف وش راح يصير وأجي أتحقق من هذا الأمر ولكن يا تركي أنا كنت أعرف ذهب أمي وأنا صغيرة لإني كنت ألبسة وأنا صغيرة وسوي نفسي كأني أمي في البيت وانت تذكر الأشياء هذه وبعد فترة استمرت الأيام قالت لي مرة عمي ادخلي نظفي غرفتنا وادخل غرفة عمي وهو زوجته وأصيره نظف وأنا فيني شيء يقول افتحي هذا الصندوق وشوفي وشي اللي جوا في يوم فتحت الصندوق هذا إلا أحصل نفس ذهب أمي بالضبط ولكن ما رضيت أتكلم ولا رضيت أقول أي شيء وقعدت تناظر فيه وقفلت الصندوق وخلصت نظيفي من الغرفة وطلع تركي قال لها على طول طيب ليه ما قلتي لي قبل عمي في يوم الأيام خذ مفتاح بيت أبوي ودخل بيت أبوي وصار يبحث فيه قالني أبغى أشوف الكهرب حق البيت وقف له واشوف الثلاجات والأشياء اللي جواها أطلعها وقف المواصير الموية عشان ما تخرب البيت في ممكن يا لمار دخل غرفة أمي وأبوي وخذ الذهب وإحنا ما ندري قالت والله ممكن ولكن في ذيك الأيام ما كنت أبغى أقول لك شيء وكنت ساكتها خاف أنك تضيق علي المو شوي لمار قالت والموقف الثاني يا تركي ذاك اليوم وأنا جالسة يقول كنت في صف سادس سادس أولى متوسط ثوني بدخل أولى متوسط يمكن والكلام هذا ترى قبل سنة جاءني عمي وزوجته وقالوا لي اسمعي يا لمار انت الحين أبوك متوفي وامك متوفية وفي واحد جاء وخطبك يترى يا عم أنا صغيرة واش خطبك أنا فوله متوسط الآن وش السوال في ذي يا عم قلهم عمي قال لي أنا بس أقول كذا أشوف أنت تبغين تتزوجين أو لا كنت أختبر كذا يا عم لا أنا توني صغيرة وأبغى أجلس مع أخوي تركي يقول هذه الموقفين ضيقتني شوي وكرهتني في عمي وزوجته بشكل كبير أنهم يدخلون في خصوصياتي وأن الذهب لي في غرفة زوجة عمي ذهب أمي فعشان كذا أنا يا تركي كنت أقول لك أني ما أبغى أجلس عندهم يقول تركي أنا والله ضقت وما كنت أدري من الأشياء اللي صارت هذه لأنني كنت صغير قبل وما أدري عمي هل هو صدق دخل ومد يده على الذهب حق أمي وخذاه أو لا قلت إن شاء الله خير والحمد لله أنك علمتيني عشان أحذر من عمي وعيالها المهم وتستمر الأيام يا جماعة الخير وتركي أهو وأختها عايشين في البيت مرت السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة ومرت ما يقارب ست سنوات وإحنا عايشين في بيت أمي وأبوي القديم وأختي لمار اتخرجت من المرحلة الثانوية وسويت لها حفلة بسيطة عشان تستانس فيها من بعد التخرج بعدها جمعت الخير ممكن بسبوع من الحفلة البسيطة هذه رحت الاستراحة عند أخيائي وجلست عند أخيائي وقعدت أسولف معهم إلا أخويه يقول لي تركي في واحد يبغاك ويبغى يقابلك ولكن مستحي منك شوي قلت لها منه قال لي واحد ما بينك وبينها أي علاقة ممكن تعرفها بالشكل ولكن قال لي قبل فترة أنه يبغى تركي ويبغى يتواصل معاه ولكن منحرج منه قلت لها خلاص زين وين هالرجال ذا قال خويه تركي لتركي باتصل عليه ونسق معاه وتقابله بكرة العصر يجيك للبيت قلت لها زين زين الصدق وأنا جالس معهم في الاستراحة أنا شايل هم أقول رجال هذا مين وشيبغى مني بالضبط المهم في اليوم الثاني جاني الرجال ليبغى يقابلني ويطق الباب طاق 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 وافتح للباب قلت لها مرحبا هلو والله قال أنا اللي أمس قال لك خويك أني أبغى قابلك تسمح لي بس دقيقتين من وقتك قلت لها ابشر قال لي يمشي يمشي معاي في الحارة أبغاك شوي قلت لها زين ويمشي معاي قال لي اسمع أنا قبل سنة تواصلت مع عمك بخصوص أني أبغى أخطب أختك ولكن عمك قال لي أن ما عندنا بنات للزواج وإذا تبغى خذ بنتي وبنتي موجودة وأنا قايل ميد أمي أني أبغى أختك أنت يا تركي اللي هي لمار واستغربت مع الأيام أنه ما صار لا زواج ولا أي شي هل أختك انفصلت من خطيبها الأول وصار بينهم شي قلت لها والله اسمعي الشيخ أختي ما تدري عن هذا الموضوع وأصلا بيني وبين عمي مشاكل ما ندري عن هذا الموضوع نهائيا فإذا بغيت تخطب فأنا أخوها وتواصل معي أنا تركي يقول أنا ضقت يعني حتى رزق لمار يوم جت تتزوج جاء عمي وجلس في حلقنا ولا يبغى هذا الرجال ياخذ لمار يبغى ياخذ أحد من بناتها شوي للرجال قال لي إذا والله أختك ما انخطبت ولا صار الشي اللي قال عمك لي أنا بيني وبينك بكلمها لي عشان يجون يخطبون أختك قلت له اسمع عطني شوي وقت أستشير أختي وأشوفوا شو الموضوع وأعلمك بكل شي والله وأطلع من عنده جماعة الخير وأروح أقابل أختي لمار قلت له لمار تعالي قلت له لمار اسمعي فيه شخص جاو تقدم لك قبل سنة وراح العمي قال إنه كبير العائلة وهو الشخص المسؤول يعني في يوم كلم عمي قال له عمي إن ما عندنا بنات للزواج ولمح لأنك أنت مخطوبة وعرض عليه أحد من بناتك وش تشوفين الآن نسوي قل أول ما اسمعت أختي هذا الموضوع نهبله وزاد الغل على عمي كل شوي زيادة قالت أختي لمار لي اسمعي تركي وش رايك نروح الخوالي ونشوف وش وضعهم ونشوف ليلهم فترة طويلة ما اسألوا عننا ولا جونا ونشوف أحد من خوالي الكبار يكون أهل مفصل في هذا الموضوع وصدق أنا يا تركي خوالي لهم فترة طويلة ما شفتهم حرفيا ممكن آخر مرة شفتهم ثالث يوم من عزى أبوي وأمي وبعده اختفوا اختفاء كامل وخوالي يبعدون على المنطقة اللي احنا ساكنين فيها ما يقارب 200 كيلو بإذن الله نهاية الأسبوع نشغل السيارة ونروح الخوالي نزورهم ونشوف ليلهم فترة طويلة ما اسألوا عننا وصدق أجمعات الخير ويجي اليوم الموعود اللي تواعد تركي مع أخته لمار انهم يروحون خوالهم ويركبون السيارة ويروحون ليل المنطقة اللي ساكنين فيها خوالهم ويطقون الباب عليهم مين من عند الباب؟ أنا تركي اليوم قلت أنا تركي اللي ينفتح الباب هلا والله تركي مرحبه ومسهله جيت لمن انت؟ قال أنا ولد خالق محمد قلت مرحبه هلا والله كيف حالك طيب والله يا تغيرت وتغيرت شاكلك أعذرني قال يدخل 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 بشوي ويجي أبوي يدخل وادخل وقعد أسولف معاه وتدخل لمار أختي عند أمهم ثواني بسيطة لو يدخل خالي محمد ويحب على راسي ويقول يا تركي أخيرا شفتك وينك من زمان قاطع عننا ما تجينا الله يرحم أمك وابوك واللهم في قيدتهم شينا قلت له يا خال أنا والله منستغرب انكم انتم ما سألتوا عننا ولا جيتوا تشوفونا شوي خالي محمد يقول آخ يا تركي تكفى لا تقول ذا الكلمة قلت له ليه قال لا تقول ذا الكلمة وتوجع قلبي كل ما دقيت على عمك كان يتكلم عليه كلام بذيء وأسكت في كل مرة أتصل عليه يسمعني كلام والله العظيم اني ما حب أسمعه عمك هذا إنسان بذيء وعشان كذا أنا قلت بخليهم لين يكبرون وبإذن الله راح يزروننا قلت له والله يا خال حتى أنا والله متوذي من عمي وسبب لي مشاكل كثيرة بس خلني ساكن شوي خالي محمد قاطعني وقال أنا عشان كذا ما بغى أغرز في عقلك يوم كنت صغير إن عمك إنسان سيء ولكن بما أنك كبرت وشفت الشيء هذا بعينك الحمد لله يا رب اسمعني يا تركي ترى عمك طلع عليه كلام كثير إنه صارق نص ورث أبوك وكثير كانوا يتكلمون ويجون يقولولي قالوا إن أبوك كان عندها أراضي وعماير متشارك أهو عمك فيها ولكن كانت الأملاك هذه كلها باسم عمك يقول يوم مات أبوك عمك جحد كل شيء وسألت في ثاني يوم من العزة قلت له اسمع ترى العيال ذولي لهم حلال عندك بين عمايرك وأراضيك اللي موجودة عندك إن أختي قد قالت لي الرجلي متشارك أهو واخوه ترى هذولي أيتام وفرقبتك يقول قام عمك ينافخ عليه يقول لي أنت مالك دخل وأنا أعرف بعيال أخوي ولا تتدخل في أسرتنا نهائيا قلت له والله يا خالع ذرني وإني والله ما أعرف عن أي شيء كان يصير لأني والله كنت صغير يا خالي أنا جيتك في رجال جاء خطب أختي من عمي وعمي رفض وقال ما عندنا بنات للزواج ولمح للرجال إن البنت مخطوبة وجاء الرجال هذا تواصل معي وقال لي أنه يبغى يخطب أختي وبيجون أهلي يخطبون لمار منكم فأنا قلت له أصبره شوي لما أجيب إنسان كبير ويكون المفصل في هذا الموضوع قال خالي يبشر واللي تبيه يا ترك يصير امش اركب معي يقول واركب أنا وخالي والروح لقريتنا اللي إحنا ساكنين فيها يعني رجعنا لها من جديد قالوا شا اسم الرجال وأعطيه اسمه يقول يروح يسأل عن هذا الرجال وقاله إن الرجال هذا طيب الخلق والرجال رعيدين والرجال هذا يخاف الله وخير ما اخترته ورحنا وبلغنا لمار بالشي اللي صار قلمهم بعد ما سمعنا هذا الكلام رجعنا من جديد عند لمار في بيت خالي وقلنا لها إن إحنا رحنا سألنا عن الرجال وقاله الرجال ونعمه كويس باقي إنت يا أختي لمار بما إنه سألنا عن دينا وخلقه وكان كويس في هذا الشيين فالآن جاء دورك يا لمار هل تبين الرجال أو لا قالت خلني اجتمع ونشوف النظرة الشرعية ونحدد بعدها صدقه جمعة الخير ويقوم خاله ويعزم أهل الرجال ويجون لبيتنا ويدخل الرجال هذا ويشوف أختي النظرة الشرعية واختي أعجبت فيه وهو أعجب بأختي وحطينا موعد العرس طبعا كل هذا سويناه وعمي الكبير ما يدري رحت أنا يا تركي طيبا مني وبرضو ما أنسى فضل عمي لو كان ظالمني أرسلت لدعوة للزواج قالي هو زواج أختي وقلت أن زواج أختي رح يكون بعد شهر من الآن ولكن ليه حطي جمعة الخير أن عمي يتصل عليه وكان ضايق قال ليه تعطونا هذا الرجال وانت بغى تسود وجيه عائلتنا وما أدري إيش يقول على طول قلت له إذا أنا كنت أبغى تسود وجيه عائلتنا ليه أنت عرضت عليه بنتك وقلت له أن في عندك بنت للزواج يقول سكت عمي ولا نطقب ولا حرف هنا ألجمته وسكت ومرت الأيام وجاء وقت العرس وحضروا كلهم إلا عمي ما حضر عرس زواج أختي كان زعلان لأبعد درجة وقلت والله بكيف يزعل يرضى هذا شرع الله وبعد ممكن ما يقارب بعد العرس بشهر كامل يقول لي يجيني اتصال من رقم غريب وجوالي يرن 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 ما ما أدري منه وجوالي يرن حرفيا أكثر من مرة ردت عليه قلت مرحبا ومسهلة قال لي أهلا تركي كيف حالك طيب قلت له مرحبا من معي قال أنا أحمد ولد عمك وهذا طبعا جماعة الخير أحمد وهو ولد العم هذاك النذل يقول قلت له أنا يا تركي مرحبا هلا والله حياك الله مرحبا يا أحمد قال اسمعي يا تركي والله إني كنت أحب عمي وحب كبير الله يرحمه ويخبر له والمشاكل اللي بيننا ومشاكل اللي بين أبوي وبينك ما لي دخل فيها ترى فأتمنى أنك ما تشوفني بهذا الموقع وأنا والله كنت أبغى أحضر دواج أختك لمار ولكن أبوي عيا عليه فأتمنى أنك تعذرني ودي نتقابل أنا وأنت ونتقهوة وناخذ علوم بعض من زمان عنك والله آخر علمي فيك يوم طلعت أنت ولمار وسكنتوا في بيتكم قلت له أبد يا أحمد حياك الله حدد الوقت اللي تبغاه وراح أتقابل أنا وياك وأبد المشاكل اللي صايرة هذي تراها منسية وأنا والله يا أحمد إني أحب عمي ولكن أبوك والله ما أدري وش فيه ما أدري ليه ما يتمنى الخير لا لي ولا الأختي ولكن أسأل الله العظيم أنه يهدي أبوك قال لي يا أحمد خلاص يوم الأربعة الجاي بإذن الله نتقابل قلت له أبد ما عندك مشكلة وأنا في انتظارك صديق جماعة الخير اتفقنا أنا وأحمد أننا نتقابل في قهوة جلس معي يا أحمد وقعد يسولف وقال لي أنت يا تركي الآن تجلس مع مين وتروح وتجي مع مين قلت له والله فيه استراحة حق الشباب أروح لها بعض الأحيان ولكن مبواجب قال طيب وش رايك تجي عندنا في استراحتنا استراحة فيها أنا وأربعة من أخوياي والله إنهم كويسين مرة ومحترمين لأبعد درجة ها وش رايك تجي معنا يثلوا والله يا أحمد بشر طبعا تركي يقول أنا استحيت منه سوى ترجع العلاقات بيني وبين ولد عمي ولا أبغى أخسرة قلت له خلاص بشر ووافقت إني أجي لإستراحتهم وأصير أجيهم بشكل دائم وصدق ويرسل لي الموقع حق الاستراحة واشغل سيارتي في ذاك اليوم واروح له وأجلس معهم واشوف جوهم يقول جوهم يعني ممتاز ولكن في يوم من الأيام لاحظت على ولد عمي أحمد شي غريب لاحظتم فيه حركات بعض الأحيان تكون هستيرية حركات ما هي طبيعية فمسكت ذاك اليوم وقعد تسأله قلت له أحمد وش وضعك؟ حس وضعك مبطبيعي؟ يقول قال لي أحمد اسمع يا تركي أنا والله أبوي جاب لي الضغط وسبب لي ضغط نفسي وتعبني بشكل كبير مرة عشان كذا أنا طحت في المواد الممنوعة أخذها بعض الأحيان وتخليني أروق ولكن تراها ما تسبب لك ضرر ربط يعني ضررها بسيط وهو قاعد يقول الكلام طبعا هذا التركي كلام هذا ما هو صعير يا جماعة الخير يقول تركي أنا قلت له خلاص بكيفه دائما هو طح في البلية الله يشفي ولكن أهم شيء أن يحافظ على نفسه والله وصرت أجي معهم واروح للإستراحة وعلى هذه الحالة يوم الأيام اتصت علي إختي لمار بعد ممكن أربع شهور من زواجها قال تسمع يا تركي إذا أنت لك نية بيع البيت افبعها تراني أنا راضية فسوي اللي تبغى أنت في حياتك تبيعها ونتقاسم الورث بيننا عشان والله بيني وبينك محتاجة الفلوس تركي أصم من أول يفكر إنه يبيع البيت ويشتري لبيته صغير لمبيتهم كان كبير وشوي قال له والله يا إختي لمار أنا من أول أبغى بيع البيت فصدك جاء الوقت لنبيعه ونقسم ورث البيت بيني ثالث أبد يا أخوي خير ما سويت وأنا مفوضتك في كل شيء أنت بغاه يقول تركي والله وقوم وخلص أغراض البيت وخلص كل شيء وعرض البيت للبيت بعدها بما يقارب ممكن أسبوع أو عشر أيام اللي يجي ناتصال جاني مشتري وعرض عليه مبلغ قوي مرة فاتصلت على أختي لمار وبلغتها قلت لمار ترع البيت راح ينباع بالمبلغ الفلاني هذا قسمتك راح تصير كذا وقسمتك أنا راح تكون كذا ثالث أبد يا أخوي بيع والله يكتب لي فيه الخير صدق وأتم أمور البيع يا جماعة الخير بعد موافقة أختي لمار وموافقتي أنا وخدت الفلوس وقسمتها بيني وبين أختي فأنا الآن قاعد أبحث عن بيت جديد ولكن البيت هذا يكون عبارة عن شقة بسيطة تكفيني أنا وتكفي لو تزوجت وجبت ولد يعني شقة بسيطة مرة أفضل من البيت الكبير اللي كنا ساكنين فيه قلمهم مع السوليف قلت لأحمد أني والله توني بايع بيت أبوي وقسمت الورث بيني وبين أختي فالآن قاعد أبحث عن شقة خبر لي شقة كويسة قال والله هي ما عندي خلفية ولكن زين أنكم بعتوا البيت والله يوفقكم يا رب يقول من مرة الأيام في يوم من الأيام يا جماعة الخير أحمد أغواني أني أنا أستخدم الحبة لي معها وقال إنها تقلل الضغط وتخليك مرتاح ومروت ما أدري كيف قلبي طاوعني وجربت هذه الحبة أخذتها في البداية وصدق خلتني أروت ولكن يا جماعة الخير المادة اللي أعطاني إياها مادة تخلي عندي الإدمان بشكل عالي ولا راح تتباذل وتتحسر منها وفسرت كل شوية أقول لي يا أحمد أكفى أبغى أحب حبتين على هذه الحالة وصار صدق يا جماعة الخير يجيب لي من هذا الحبوب أعطيه فلوس ويجيب لي يقوله فلوسي انصرفت على هذه المادة ولكن مو بشكل كبير يقول صرفت ممكن من الورث ما يقارب 8% 7% يقول المدة 7 شهور وأنا أتعاطى هذه الحبوب اللي يعطيني إياها أحمد يقول إلا في يوم من الأيام زدت الجرعة شوي بعد ما حمسني أحمد وأخوياه اللي عنده خذ يا رجال خذ والله العظيم ما تضرك خذ زيادة المهم خدت زيادة يا جماعة الخير وفصل مخي ونمت في ذاك الوقت بعد ما كنت مواصل ما يقارب يومين وزيادة ونمت نومه ما أدري عن نفسي يقول فجأة إلا أسمع خطة باب الغرفة خطة قوية يدف وينفتح الباب إلا هم يا جماعة الخير رجال مكافحة المخدرات أهبين علي داخل الاستراحة وخذوني كده بشكل سريع وأنا ما أدريش السالفة وركبوني سيارة الشرطة يقول أخذوني لقسم الشرطة وجلسوني وقعد قدامي العسكري وقال إجلس قال لي عطني اسمك وعطني اسمي تركي الفلان الفلاني قال لي مرحبا يا تركي أمورك زينا قلت الحمد لله قال لي تركي إن قبضنا عليك وحصلنا معك مخدرات داخل الاستراحة ويوم فتشنا سيارتك برضو حصلنا داخل سيارتك شيء داخل السيارة والكمية اللي كانت معي في الاستراحة أكلتها كيف حصلوا كمية داخل الاستراحة وبرضو معاي في السيارة شوي قطعني العسكري وقال لي اسمعي تركي الآن رح نرفع وراقك ونسلمك للقسمة الثاني وهم رح يتفاهمون معاك ويودونك للمحكمة ويحاكمونك وبعدها رح تدخل السجن قلت له سجن؟ ليه أنا ما شويت؟ كمية اللي معاي اللي استخدمتها بسيطة ما استخدمت إلا ممكن ثلاثة أربع حبات ليك تبغى تسجني؟ قال لا يا تركي اللي حصلناه في السيارة كمية كبيرة واللي كان جوه الاستراحة برضو كمية أكبر وأكبر فهذه الكمية كفي لها أنها تسجنك حرفيا يقول وصرت أقول ميد العسكري والله إني مظلوم وفي خطة في الموضوع أكيد في خطة قال لي والله كل شيء ثابت عليك والله يكون في عوني يقول والله وأطلع يحطوني في الحبس وأنا قاعد أفكر بيني وبين عقلي أقول كيف وصلت الكمية لسيارتي وشلون حصلوا كمية كبيرة وكيف ادخلوا الاستراحة فأكيد في أحد من أخوي عيال عمي بلاني في هذا الموضوع وأنا مال يدخل فيه نهائيا يقول تركي وتمر الأيام ويجي موعد الحكم ويحكم علي الشيخ أربع سنوات سجن وأدخل السجن هذا يا جماعة الخير يقول المهم خذوني العساكر وودوني المكان اللي أنا أعيش فيه داخل السجن دلولي هذا مكانك وهذولي أخوياك وهين مكانكم كلكم وعرفت كيف الوضع عندهم يقول تركي أنا قبل ما أدخل السجن في راسي صورة نمطية قديمة مرة اللي يستجون في أمريكا وكيف جرام وكيف يتطقون وحياتهم كلها مشاكل في مشاكل يقول ولكن يوم دخلت السجن صار مختلف عن الشيء اللي كنا نشوفه في الأفلام يقول شيء طبيعي واللي يلعب بلوت واللي يلعب كيرم والوضع طبيعي مرة وما في مشاكل ولكن كانوا الناس اللي معاي في نفس العنبر كانوا كلهم متعاطين للمخدرات في واحد من الموجدين جوا السجن اسمه ماجد قال لي في ذاك اليوم كيف حالك طيب إن شاء الله أمورك زينة وش سالفتك انت وش اسمك من وين جاي وش وضعك قلت لأنا اسمي تركي وصار لي كذا والسالفة اللي صارت لي أني كنت فيه استراحة وكلت من المواد المخدرة ووصلت ما يقارب يوم ونص إلى يومين وبعدها دخلت في نومة طويلة قال لي يعني أنت بياع قلت لا ماني بياع قال لي طيب لين جاي السجن إذا أنت بس كلت وصدوك وانت ماكل فهذه يعطونك عليها نفس التعهد ويطلعونك ويتكرت المرة الثانية عادي يسجنونك يتلى لا يقولون إنهم حصلوا كمية عندي في الاستراحة وفي السيارة حقتي يا الكمية هذي أنت حاطها في السيارة عني من قبل خبل أنت يتلى يا ماجد والله العظيم إني أنا شخص ما أبيع ولا حطيت ولا كمية في السيارة ولا في الاستراحة فتوقع أخويا عيال عمي داخل الاستراحة وهم اللي بلوني يقول لي شوي ماجد قال لي إيه واضحة ذي واضحة ما يبغى لها واحد اثنين في واحد بلاك في هذا الموضوع وبلغ الشرطة وخلاها تيجي واخبضوا عليك متلبس والله يعوذك يعوذك على الحكم اللي راح يجيك قتل الحكم اللي جاني مدة أربع سنوات قال يوه الله يكون في عونك وابد إذا بغيت شيء أنا ماجد شفني في المكان اللي جنبك هنا وأي شيء تبغى مرني أنا في الخدمة يقول تركي وأستمر داخل السجن هذا شهر شهرين ثلاث شهور بين فترة وفترة يزوروني خوالي وأختي كانت أختي زعلانة مني مرة في ذاك اليوم أنا كنت منشحن بشكل كبير واختي كانت ما تدري وش السالفة وما تدري أن أخوي عيال عمي وحقوني جيت أختي لمار في لحظة الزيارة وصارت تسولف معي كان كلامها في ذاك اليوم كان سلبي شوي يا تركي وش طرحك في هذا الطريق ويا تركي أنا ما صدقنا أن نفتك بالمشاكل ويا تركي ويا تركي يقول كثرت علي الكلام وأنا ضقت عليها في ذاك الوقت قلت لها اسمعي يا لمار لا تقعدين تفقعين راسي ولا تصدعين بي فخلك ساكتة ولا عد تجيني زيارة نهائيا ولا أشوف وجهك لين أطلع من السجن يقول قالتلي لمار تطرد أختك وهذا جزائي لأجيه كان كل وقت ووقت عشان أغير جوك فقلت لها أنت ما أنت بجاية تغيرين جوي أنت جاية تنكدين علي فلعد أشوف وجهك يقول تركي وصورت يا جماعة الخير عايش داخل هذا السجن أختي ما تجيني وخوالي يقلل له الزيارات معاد صاروا يجوني أما ولد عمي وأخوي الاستراحة ما قد جوني نهائيا المهم بعد ما يقارب ثمان شهور من تواجدي في السجن يقول إلا يدخلون علينا واحد والواحد هذا أعرفه أخوي أعيال عمي من الاستراحة وهذا أصلاً اللي كان يجيب لهم المواد الممنوعة داخل الاستراحة دخل كذا وأنا عرفته وناديته وقلت له وش عندك وش صار عليك وش الموضوع قال لي والله صادوني الشرطة وأنا قاعد أزاول عملية البيع قلت له تعال تعال زين وخلك جنبي خلنا نصير نسولف وخلك جاري وصار يقعد معاي الشخص هذا المهم يقول في اليوم من الأيام الرجال هذا قال لي اسمع تركي بس أسألك سؤال انت تدري من الشخص اللي باليك ومدخلك هنا السجن قلت له لا والله مدري وش صار قال تبي أعلمك ادفع لي هذا المبلغ المالي والله العظيم لعلم قلت له بدفعلك بس قل لي مين من الشخص اللي يدخلني للسجن كذا قال بتدفع والله لأعلمك قلت له خلاص زين واتصل على خالي يا جماعة الخير لأن خالي هو لي ماسك حلالي ويماسك كل شي فقلت الخالي أحتاج المبلغ هذا وأبغاك تجيبه لي للسجن قال لي ابشر طبعا لاتصال هذا يا جماعة الخير صار بالسر داخل السجن بدون ما أحد يدري في واحد مهرب جواله مدخله جوال عمبر حقنا يقول له والله ما أمر إلا أسبوع إلا خالي جاي بالمبلغ ومعطيني ياجو وظرف وعطيتها الرجال اللي كان يقول والله لأعلمك إذا أنت عطيتني فلوس قال لي اسمع الشخص اللي باليك تراه ولد عمك يوم قال لي ولد عمك انصدمت قلت ولد عمي اللي توني متطالح معه قال ولد عمك من قبل ما تجي الاستراحة وهو كان يسولف عنك قال هذا لازم أجيبه لأنه سود وجيهنا وسود وجيه العائلة نبغى نجيبه معنا الاستراحة ونطرحه في بلوة ونخليه يدخل السجن ونفتك منه يقول تركي ولعت نار جواي وانهبلت من الكلام اللي سمعته ولد عمي اللي كان يبغى يتصالح معي ويقول أنه كان يحب أبوي يسوي فيني كذا يقول تركي حرفيا استوت معاي قلت وعده بإذن الله أول ما أطلع من السجن يقول ألمهم في يوم من الأيام جاني العسكري داخل السجن وناداني تركي تعال وجاء عند الضابط قال اسمعي تركي انت عندك حسن سيرة وسلوك والحسن السيرة والسلوك هذا راح نقطع عليك نص المشوار وصار حكمك سنتين راح تطلع بعد شهر بإذن الله يقول أول ما قال لي الكلام هذا فرحت يقول وارجع للسجن وأسأل خوي ماجد القديم قلت له ماجد بس ألك تعرف شخص يبيع أسلحة موجود عندنا في المدينة قال لي ماجد ليه وش تبغى فيها قلت له بس أبغى أشتري سلاح وأبغى أخلي عندي قال أنت صاحي الآن بتطلع من السجن تبغى تروح تشتري سلاح بعد ما تطلع قلت له يا ماجد إذا أنت تعزني دلني على مكان يبيع سلاح قال لي طيب أبشر يومين بإذن الله وراح أجيب لك رقم الرجال وقل له منطرف ماجد وراح يبيعك مباشرة يقول صدق تركي ما قعدت يومين إلا ماجد معطيني الرقم وأنتظر الوقت اللي أطلع فيه من السجن يقول والله وأطلع ما في أحد استقبلني نهائيا يقول للمم خد تكسي وقلت له ودني الحجز عشان أخذ سيارتي من الحجز كانوا سيارتي حاجزينها عندهم يقولوا ما أدخل الحجز وأبغى شغل السيارة صارت سيارة تحتاج بطارية وأرجع وأخذ بطارية وعود أركبها المهم وشغل السيارة وتشتغل وأطلع من الحجز بالسيارة حقتي اللي كانت محجوزة داخل مبنى الحكومي هذا وطلع رقم الجوال وأتصل على الشخص اللي أعطاني يا ماجد سلام عليكم كيف حالك الفلان الفلاني؟ قال لي نعم قلت لأنا جايك من طرف ماجد وأبغى لي سلاح يقول قال لي على طول موجود واش تبي بس واشي الأنواع اللي تبيها كان أبغى سلاح حرفيا يكون مناسب والسعره يعني يكون معقول قال لي بشر تعال مرني الآن وبإذن الله سلاحك جاهز قلمه محدد لي الموقع حقه وأروح لين عند بيته يقول يطلع الرجال ويسلمني السلاح وأعطيه الفلوس الآن تركيا يا جماعة خير وين يبغى يروح؟ يبغى يروح الولد عمه وينتقم منه عالشي اللي سواه فيه ويبعد بيت ولد عمي من المكان اللي أنا فيه ما يقارب 40 دقيقة يقل واطلع على ذاك الطريق مسرع أبي هبيب اللي هيب أبغاه والله ما خليه على الشي اللي سواه فيني يقل وأنا ماشي على الطريق إلا يا جماعة الخير انفقع عليه الكفر ولفت السيارة وأول ما لفت السيارة وينفقع الكفر الثاني يقل وأصدم في الصبه يقول وأصدم في الصبه ما عد صرت يا حسب شي طبعا يا جماعة الخير سبب إن الكفرات انفقعت السيارة واقفة سنتين والكفرات ضربتها الشمس فأكيد أول ما ينفق على الكفر الأول وتلتف في السيارة وتزحف رأى على طول ينفق معاه الكفر الثاني قلموا في جماعة الخير تركي جت سيارة الإسعاف وشالتها وراحوا إلى المستشفى ولهنا يا جماعة الخير ما انتهت القصة ولكن راح أقول لكم القصة من زاوية لمار لأن تركي داخل المستشفى الآن وبين الحياة والموت تقول لمار يا جماعة الخير في آخر الليل جاني اتصال وكان الاتصال هذا من رقم مركز حكومي تقول وأرد عليه مرحبا ومسهلة قالوا لمار قالتي نعم قالت لمار أخوك صاير لحادث قبل عشر ساعات وأخوك الآن في المستشفى فتعالي شوفي حالته ووقعي على بعض الأوراق لأنه نحتاج تواجدك تقول لمار أول ما سمعت هذا الخبر وقلت لزوجي على طول وأركب سيارة زوجي وننطلق على طول للمستشفى وأدخل مباشرة للمستشفى وكنت أقول في راسي متى طلع وشلون طلع وليه ما قال لنا ولكن خلنشوف وش صار عليه تقول وأدخل واروح لين عند الدكتور نظر فيني الدكتور قال لمار ركزي معي شوي وتماسكي شوي أخوك تركي دخل في غيبوبة ترى حالته بين الحياة والموت تماسكي وخليك قوية تقول لمار ما قدرت أتماسك نفسي وفصرت أصيح على أخوي تركي واذكرت كل المواقف القديمة اللي صارت عليه واذكرت ديك الأيام يوم كنت أزوره قال لي يا لمار لعدت زوريني أبد أبد لعدت زوريني المهم قلت له الآن وين أخوي قال أخوك شوفيه داخل العناية مركزة الآن ما رح يدخلونك عليه يالله بعد يومين ثلاثة أيام لأن في عمليات لازم يسوونها له تقول لمار قلت له طيب وشلون هل حالتك ويسا أو لا هل ممكن قابل أن يتحسن قال كل شيء بمشيئة الله ادعي ربك من ربي قومه بالصحة والسلامة تقول لمار وأرجع لبيتي من جديد أنا وزوج وأنا كل قلبي هم وحزن على أخوي تركي أخوي اللي حرفيا وقف معاي في هذه الدنيا من يوم ما كنت بزر أخوي اللي ساعدني يوم كنت صغيرة وكان يوديني ويجيبني أخوي اللي كان يعطيني من مصروفه عشان ما أطلب من عمي ولا ريال أخوي تركي كان له فضل كبير علي ومستحيل أني أنساه المهم نمت وصحيت جماعة الخير ورحت اليوم الثاني للمستشفى وصرت أشوف أخوي من وراء القزازة ملفوفه بشاش ومتكسر وحالته حالة ماهو في الوضع الطبيعي مرة كنت أقول الله يكون في عونك ويشفيك يا رب وترجع في أقرب وقت المهم ولت بتسار لحص العسكري قال لي سلام عليكم يا أخت قلت له عليكم السلام قال له الشخص هذا اللي جوه يقرب لك قلت له نعم هذا أخوي ليه قال المهم أن أخوك حصلوا في سيارته مسدس والمسدس هذا مسدس غير مرخص فراح يتم مصادرته لين ما يقوم أخوك بالسلامة قلت له يا ابن الحلال سوي لي تبغى هذا وقته بالله عليك هذا وقته تجي تقول لي أنه محصل في سيارة أخوي مسدس الآن أخوي بين الحياة والموت وانت جاي على الأمر التافه هذا قال أنا بس أبغى منك شيء واحد أنك تعطينا اسم أخوك وهويته ومنه أهو بالضبط لأنه ما حصلنا معاه ولا شيء صرت أقول له اسمه والرقم الهوية حقه وأعطيه كل شيء قال بس يعطيك العافية ومشاه المهم يا جماعة الخير الحد الآن المستشفى ما سمح أن احنا ندخل عند أخوي جوه بس النظرة من وراء القزازة داخل سرير وغرفة ممكن مقاسها ثلاثة في أربعة وأربعة في أربعة وإذا جوا يدخلون عليه يقفلون نفسهم ويلبسون ما أدري إيش وكممات وقفزات فعرفت أن أخوي في حالة يرثى لها وصرت أزورها كل يوم ويجوون أخوالي يشوفونها من بره ويطلعون لين بعد ما مر أربعة عشر أو خمسة عشر يوم المستشفى سمح لنا أن ندخل عند أخوي ونصير نقرب من عنده ونشوف وجهه زين وصديقة جماعة الخير تقول لمار دخلت على أخوي وأخوي في حالة يرثى لها وكنت خايفة أني أدخل عليه ما أدري خايفة كذا أحس بشي غريب وما أبغى أشوف أخوي في هذا المنظر تقول دخلت وجلست عنده شوي جاءه خوالي وسلموا علي وقعدوا يتحمدون بالسلامة وكشوي يجي الشخص يسأل عن أخوي وسولف عليه المهم ويمشي ومرت هذه الغيبوبة على أخوي ما يقارب أجماعة الخير سبعة عشر أو ثمانتعشر يوم إذاك اليوم أنا رجعت لبيتنا وحطيت راسي ونمت وحلمت حلم غريب مرة إني شفت أمي وأبوي المتوفين وكانت في بعض الرموز الغريبة فعرفت يا جماعة الخير في ذاك الوقت أنه ممكن أن هذه الرؤية اللي شفتها قاعدة تقول لي أن أخوك تركي راح يلحق أمه وأبوه للمقبرة صرت أصلي صلاة الليل وصرت أدعي ربي أن التفكير هذا اللي فراسي ما يصير وأن يقوم أخوي تركي بصحة وسلامة والآن فترة ليل وما أقدر أروح أزور أخوي لازم أنتظر لين الساعة الثمانة الصبح وروح للمستشفى وجيت الساعة الثمانة وأكلم زوجي وداني المستشفى عند أخوي فأول ما دخلت قلت ميت زوجي تكفى لحد يدخل نهائيا أبغى أقعد مع أخوي شوي تقول راح جلست عند أخوي وقربت من عنده وصرت أسولف عليه وأقول له يا تركي تكفى لا تموت يا تركي ما أبغى أفقدك مثل ما فقدت أمي وأبوي يا تركي أنت أملي الوحيد وكنت أدعي جنبه من ربي قومه بالصحة والعافية وقلت لي جماعة الخير تركي تتذكر يوم كنا صغار يوم ماته أمي وأبوي ولا قلت لي وجاء ولد عمتي وقال لي أن أمك وأبوك متوفين كنت خايف علي أن يجيني شي في ذاك الوقت قلت لي يا تركي تتذكر يوم كنت ألبس ذهب أمي وأبوي وسوي نفسي أمي داخل البيت وقلت حركات أمي وكيف تمشي وحركاتها وأسلوبها تقول للمار أنا في ذاك اليوم انفصلت عن الواقع صرت أبغى بس أذكر أخوي الأشياء القديمة اللي عشناها سوا والتحديات الصعبة اللي مرت علينا في الحياة قلت لي تركي رح أقول لك شي أمس يا تركي شفت أمي وأبوي في الحلم كانوا قاعدين يبتسمون تكفى يا تركي حاول تتماسك وخلك قوي تركي ما أبغى أفقدك مثل ما فقدت أمي وأبوي في حاجة يقول للمار بعد ما قلت هذه الكلمة قلت ميت زوجي خلاص خلهم يدخلون يقول صاروا يدخلون ويقعدون جنب أخوي ويسولفون عليه ويقولوا إن شاء الله تقوم بالسلامة يقول إلا خالي أسمع أي صايح شتلوش فيه عسى خير هل شوفوا عيون تركي عيون تركي تدمع أكيد إنه صحة وبإذن الله بيكون أفضل طبعا يا جماعة الخير أي شخص يمر في هذه الحياة بيغيبوبة ترى يعرف من الناس اللي موجودين جنبه بنسبة كبيرة يعرفهم ويسمع صواتهم أول ما اسمعت هذا الكلام بدي ترتاح وجاء الدكتور وقال لنا بما إنه صار يستجيب للعالم الخارجي بإذن الله إنه بيكون بصحة وعافية وهذه المؤشرات مؤشرات ممتازة إن تركي يستعيد صحته ويرجع للحياة الواقعية وصرت أدعي ربي ليل نهار لين ما قضى أخوي تركي في العناية المركزة وداخل الغيبوبة ما يقارب شهرين كنت ذاك اليوم قاعدة في الصالة مع زوجي إلا يجيني اتصال من المستشفى قلت يا رب يا جعله خير يا رب يا جعله خير هو شيين يا بيقولون تركي صحة يا بيقولون تركي مات ورد على الجوال يا جماعة الخير إلا يكلمني شخص ما قد سمعت صوته نهائية قال السلام عليكم عليكم السلام الأخت لمار إي نعم لمار حاب أقولك شي يا لمار إن أخوك تركي اليوم اصتفاق من الغيبوبة إي نعم أخوك تركي اليوم الصبح اصتفاق من الغيبوبة وفتى عيونه وصار يحس بلي جنبه وهذا هو قاعد يستعيد صحته حبة حبة إذا تبغون تزورونا اليوم فحياكم الله وفرحت يا جماعة الخير أن تركي رجع للحياة الطبيعية وقلت الزوجي يلا مشينا المستشفى أخوي تركي صحة ويطلع معاي زوجي ونروح للمستشفى لأخوي تركي يقول مهم ودخل المستشفى إلا أخوي تركي كان منصدع السرير ولكن يشوف وناظر فيني كذا وناظرت فيه لين قربت من عنده وأنا مصدومة قلت لي يا تركي الحمد لله على السلامة والحمد لله أن ربي يكتب لك عمر جديد يقول لأمار ان تركي قال لي ترا سمعت كل الكلام اللي قلتي لي ترا حسيت فيك وانتي جنبي والله يطول في عمرك يا أختي ويخليك لي يا رب بعدها تركي يا جماعة الخير استعاد صحته حبة حبة ورجع الحياة الواقعية ولكن مو بكامل عافيته ونسأل انتقام اللي كان يبغى ينتقمه من ولد عمه هنا نقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم من الممكن يا جماعة الخير ان تركي بذاك اليوم يروح ويقتل ولد عمه ويفقد تركي حياته بالكامل ولكن الأقدار شاءت ان ربي يكتب له هذا الحادث ويدخل فيه غيبوبة وينسى الحقد اللي بينه وبين ولد عمه ولهنا يا جماعة الخير انتهينا من قصة هذا اليوم أتمنى أنها عجبتكم والله العظيم أنا القصص الدرامية هذه أحاول أبتعد عنها لأنها تخلي الواحد يفقد السيطرة بنفسه اكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات ولا تنسى اللايك والاشتراك وشوفكم في مان الله سلام عليكم